المهم نرجع تاني للتعريف اللي قدامنا فيه نوعين من العلم زي قلنا كلمة العلم معناها معلومات أو knowledge معرفة فيه العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وده ثابت وتحت نفس الظروف بطلع نفس النتائج وده ينطبق على كندا ينطبق على انجلترا ينطبق على أي حتة في العالم ده ما فيش أي خلاف عليه وده مش ممكن اعمله إلا زي كانت فيه قوانين ثابتة بتتكرر باستمرار وعشان يبقى فيه قانون لازم يبقى فيه شخص بيعطي هذا القانون فده يتماشى مع الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن الله الخالق فيه بقى علم الأصول اللي هو العلم التاريخي ده اللي عندنا اختلاف كبير فيه يعني إما أبدأ بكلمة الله يعني إما أبدأ بإني المادة هي كل شيء وهنشوف الفرق ده أثناء محادثنا مع بعض فالعلم التجريبي زي ما احنا شايفين على الصورة هو اللي بيعمل لي الطيارة وبيعرفني عن الDNA وبيعمل لي كل المنتجات العظيمة اللي احنا بنتمتع بها وعلى فكرة فيه قادة علماء كتار جدا كان عندهم الإيمان المسيحي بالله الخالق عشان كده قدروا يكتشفوا إزاي القوانين دي بتشتغل فالعلم التجريبي بيوريني القوانين دي إزاي بتشتغل بس أنا مش بحطها ده القانون موجود يعني القانون الجاذبية موجود لكن أنا بشوف إزاي بيشتغل تمام؟ فالعلم التجريبي ده بيوريني سر الكون اللي الله عمله بس العلم التجريبي ما بيعملش الكون الكون لازم يكون موجود وليه قوانينه عشان أقدر أعرفها فالتعريف بقى الرسمي بتاع العلم التشغيلي ده هو اسلوب علمي باستخدام تجارب يمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار يعني حاجة أقدر أشوفها وكررها تحت نفس الظروف يديني نفس النتائج فلو جمعت هيدروجين وأكسوجين اتنين هيدروجين واحد أكسوجين هيطلعوا لي جزء المية لو عملت التجربة دي في أي حتة في العالم تحت نفس الظروف هتطلع نفس النتيجة ده لا خلاف بينه وبين الكتاب المقدس بالمرة بالعكس أنا بقدر أعمل العلم التشغيلي ده لأنه فيه واحد وضع القوانين تمام؟ لكن علم الأصول بقى هو ده نقطة الخلاف الكبيرة ولازم نفهمه يعني إيه علم الأصول؟ هو علم تاريخي حاجات حصلت في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر فبحاول أستنتج إيه اللي حصل عارف زي إيه زي ما يكون فيه حدثة مثلا واحدة قتل فييجوا بتوع الناس العلم الجنائي يبصوا ويقولك طيب أنا لقيت رصاصة موجودة أنا رقيت كاس سم أنا لقيت واحد كاتب أنا بنتحر مثلا فيبتدي يجمع الصورة اللي حصلت ومش يقدر يكرر القتل عشان يعرف مين القاتل هو لازم يحاول يشوف الظروف المحيطة ويستنتج منها إيه اللي حصل في الماضي الأدلة الأدلة بس الأدلة دي ممكن تكون فيها حاجات نقصة بمعنى أنه ممكن بعد ما يحكموا على واحد أنه هو القاتل بعدها بعشر سنين مثلا يكتشفوا أنه دي نا بتاعه كان مختلف وأنه فيه واحد تاني قاتل وما تحكمش عليه ما ساكش بالضبط فالعلم التاريخي بقى بيبص على حاجات حصلت في الماضي بحاول يفهمها فالخليقة دي حصلت في الماضي ما بتحصلش كل يوم دلوقتي الخليقة اللي الله عملها خليقة كاملة والله خلى التناسلات تحصل داخل كل مجموعة العلم بقى بتاع الناس الملحدين بيقولك لا احنا بدينا من تفاعلات كيموية دي حاجة برضو حصلت في الماضي ما يقدرش يكررها في الحاضر فهو اسلوب جنائي يعني ايه هحط التعريف في الشاشة قدامنا هو اسلوب قانوني أو تاريخي بيستخدم شهادة شهود عيان لو موجودين بس لازم يكونوا صادقين وإحنا على فكرة عندنا شاهد عيان الله الخالق أكيد اللي شرح لنا ولازم نفهم هذا لكن العلم ده بقى العلم الأصول استخدام شهادة شهود عيان موثوق بهم إذا أمكن وأدلة ظروفية لتحديد الأسباب في الأحداث الفردية دي اللي أنا ما لاحظتهاش بس بحاول استنتجها ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا